السلام خير اليوم سأتحدث عن موضوع مختلف قليلا عن الموضوع الذي أتحدث عنه ثقافة الفن الإنسانيات فكرة الإنسان مصير أو مخير التاريخ كلمت في حاجات كثيرة فنون في الشعر في المدرسة الرومانسية اليوم سأتحدث عن موضوع هو موضوع علمي وثقافي كثير هو عن الفيروس الكورونا لأن أنا بشوف حاجات كثيرة وناس بتحط أي كلام في أي كلام ومش عارف اكتشفوا أن البتنجان بيطلع البطاطس والكلام الفاضي دوا والقشة التي قسمت ضهر البعير زي ما بيقولوا إن واحد في الجروب بتاع المدرسة اللي أنا متخرج منها من مصر حاطت إن جريدة الجمهورية حتى صورة بتاعة وزيرة الصحة وهي بتاخد جايزة اللي مش هبتاخد إيمش عارف من رئيس الصين وإن مصر اكتشفت المصل بتاع الفيروس دوا والعلم يندهش فأنا كتبت تعليق قلت مين يعني هم عارفوا منين العلم يندهش يعني لفوا على القهاوة كده ولقوا الناس قاعدة بتندهش كده يعني شافوا منين العلم يندهش مين اللي بيندهش وخبر زي ده لو فعلا كان فيه اكتشاف وكان فعلا حصل كانت الدنيا كلها اتقلبت يعني اكتشفوا ماصل فكتب قال اللي هو نفس الشخص كتب قال إن ده خبر منشور في جريدة الجمهورية فأنا قلت له الحمد لله إن ما طلعتش جريدة الملكية ما هو جمهورية ملكية ما هو كله بقى اي كلام في اي كلام يعني ما هو يعني هن اي هبل في اي تنجان يعني فالفكرة هنا إن يبدو إن ما فيش حد عارف حاجة في اي حاجة كلام كتير بيتقال فقبل ما أنا فكرت إن نعمل فيديو ده فقبل ما أدخل قلت ما يعني أشوف بقى أكتر يعني في مصر بتعمل يعني أكتر يعني ففي خبر إن جريدة الجمهورية الجمهورية أونلاين بتكذب الخبر بتاع إنه اللي اتناشر دون اتفابرك ما عرفش مين اللي اتفابرك الله أعلم مين اللي عايز يبسط مين أو مين اللي عاوز يدحك مين على مين يعني ففهم زي ما وصل فيه ساعات لما بيبكت بدون بيبقى معمول مخصوص علشان يدحك عليك الناس يعني وفي واحد تاني ببعاوز فعلا يدحك عن الناس ويفاهم يعني يشوفوا إحنا آخر جمال وبتاعوا إنما أولا دون متكذب وكان فيه من كم سنة فيه دكتور مصري اكتشف اللي هو الـ Middle East Respiratory Syndrome اللي هو متلازمة الالتهاب الرعوي بتاع الميدل إيست بتاع الشرق الأوسط يعني فده من كم سنة ودخلوا ده على دون وحطوا فيه حتة نفس صورة العالم اللي هو الدكتور اللي اكتشف دون حطينه دون ومركبين ده على دون أولا وزيرة الصحة بتاعت اللي ايام دي في مصر يعني ما عرفش هي ليه وزيرة الصحة بس يعني كويس يعني إن فيه حد يعني محسن من ما مفيش بل يعني الحمد لله جهد إن كان فيه من كم يوم ، شفت واحد بيقوله إنها دكتور عامل كليب بيتكلم فيه عن أن الألف الونزا العادية بتموت أكتر ونسبة الوفيات أكتر الآف الوانز العادية هم الاثنين بموئي النوعين وذي من قراءات وبتاعها محدش ايه تكلم وقولك انت مش دكتور انا محاسب انما مطلع وقارئ 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 اقدر اتكلم طبعا انا مش هشخص ولا هعمل انما كواحد قارئ واحد عنده مخه بيقرأ وبيطلع وبيشوف اي نوع من الفيروسات او حتى البرد العادي ممكن يسبب حالة وفاة لاي واحد طفل صغير او كبار السن او اللي عندهم امراض مثلا بياخدوا كيماوي عندهم امراض معينة عملالهم ضعف مناعة جسمهم ضعيف او سكر عالي سكر عالي بيبقى صعب مقاومة التهابات او البقى او الحاجات ديا وساعات دول سكر ممكن يقدم مشاكل ودول برد ممكن يقدم مشاكل في السكر وساعات يعني بتحصل يعني تعقيدات بسبب وجود سكر مع ضغط ما مش حاجة ايو امراض تانية فالمهم في حالات كده انه في الناس دي دايما متبقى متلصامة دايما المفروض تحاول تحافظ على نفسها لان ممكن الالفلونزا العادية تضرها وتسبب لها مشاكل وممكن حتى وفاة او ممكن طبعا لو جات الالفلونزا اللي هي مش عادية هتسبب لهم برضو وفاة اكتر فلكن الالفلونزا الغريبة اللي هي اذا كنا منتكلم عن الفلونزا الطيور الفلونزا الخنازير الكورونا بايروس او اي نوع من انواع الامراض الغريبة دي دي ممكن تقدي خطورة لواحد سليم يعني واحد صحته زي الفل وتجيله دي هتسبب له مضعفات وممكن تسبب له الالفلونزا العادية طول السنة ممكن او في الموسم بتاعها بتسبب حالات وفاة اكتر لان هي اللي منتشرة دايما او بالعقل يعني هو في الفترة مثلا الشتاء او حتى في الصيف ما هو دايما يقول لك الالفلونزا في الصيف اوحش من الشتاء لان دايما بيبقى حر مع عرق مع تكييف ما عمش عارب ايه تحصل فطول السنة انت عندك الكبار السن الاولاد الصغيرين طبعا الاولاد الصغيرين بالاو في مدارس والدنيا متلعبك وما فيش لا نظافة ولا قرف ولا بتاع فدي بتسبب امراض وبتسبب مضاعفات فبتعندك طول السنة فهو بالتأكيد طول السنة او كل السنة بيبقى فيه حالات وفاة للناس اللي بتجيلهم الالفلونزا العادية لما ما بتعالكش بسرعة لان احنا في العالم كله مش بس في مصر لما بيبقى دور الفلونزا في البداية الناس بتاع تاخد في اسبرين وتاخد في ادوية وبتاع واني يعني هتروح يعني وحتى لو رحت للدكتور بيقولك ان المضاد الحيوي ما بينفعش للفلونزا لان المضاد الحيوي للبكتيريا مش للفيروسات فما بيدلكش فيروس على اساس ان الجسم المفروض هي يقاوم الفلونزا ويضيعها برغم ان فيه ادوية دلوقتي للفيروس يعني بتاع الفلونزا انما دي لازم تاخدها في اول ثلاث ايام يعني انت لو حسيت بالمشكلة تروح للدكتور لازم تروح على طول الناس بتبقى خلاص عدة المرحلة دي فبتبقى المشكلة لما بتطول الالفلونزا العادية معظم الوقت المفروض ما بتطولش انما الالفلونزلات الجريبة هي اللي دايما تطول والسخونة بتطول ومش عاك ايه ودايما يقول لك السخونة المفروض تقعد ثلاث ايام وبتروح لو قاعدت اكتر من ثلاث ايام بالذات لو عالية ساعات بتطول اكتر من ثلاث ايام لما بتبقى ايه سبعة وتلاتين ونص سبعة وتلاتين وسبعة حاجة كده يعني اللي هي ايه مش عالية ولا طبيعية بتطول حبا انما لو طولت ثمانية وتلاتين وتسعة وتلاتين واتبعين وطول ما يفوق الثمانية وتلاتين مفروض يعني بعد ثلاث ايام المفروض في حاجة مشكلة لازم تروح وتشوف ايه المشكلة فاللي انا عاوز اوصل له من الموضوع كله ان تلاقي ناس عاوزة تهون يعني عادي وايه يعني ما الناس كلها بتموت طب افرد الناس بتموت من الاف الونزر عليها يعني يعني خلاص الناس اللي تجي لها بقى الكورونا فيروس تحمد ربانا بقى انها ما جاءت لهاش وتروح تموت يعني يعني استهطار بحياة الناس يعني انا واحد من الناس والديتي كان من اسباب وفاتها كان من سنتين كان فيه هنا في البادل اللي احنا فيها وفي امريكا بصفة عامة كان فيه الاف الوانزة كانت جاية قوية كانت حتى الاف الوانزة العادية ما هياش لا كورونا ولا السواين ولا البردز ولا اي حاجة لا ايه الاف الوانزة العادية انما سببت لها مضاعفات مع حالتها الصحية قلبها تعبان كان القلب كان مسبب الكلا والكبد تعب وكان حاصل فشل في الكبد والكلا بسبب القلب فطبعا الاف الوانزة لما جاءت لها كان صعب انها تتعالج منها وعملت لها مضاعفات وجاءت لها سبتك شاك دي لما بيبقى الجسم خلاص بيتملي يعني التهابات وبتاعه وبيعلى الحاجات مثل اللاكتك أسد ومش عايب ايه وحاجات كثيرة بتعلى وبيبقى صعب السيطرة عليها فانا بتكلم من خلال تجربة وقراءة لاثنين معاوة لازم قبل ما الناس تتكلم وتحط اني معافش مين اكتشف ايه يعني اقرأ عن الخبر الاول شوف لو خبر زي دون مكتوب في الجمهورية وفعلا صحيح كان يبقى مكتوب في الجمهورية والأهرام والمسا والصباح وصباح الخير وسيدتي وحواء والكواكب وأخبار النجوم وأخبار الشمس وأخبار الأمر ومش عايب ايه وهيبقى مكتوب في التايم ماجازين وهيبقى مكتوب في النيورك تايمز وواشنط بوست ومش عايب ايه وليموند و وهيبقى مكتوب في العالم كله وهيبقى مكتوب في العربي والانجليزي والفرانسوي والتالياني وكله فانت الناس اللي بتتكلم وزاد الناس اللي طلعت قولك ان عادي ما الناس بتموت من الالف الوانزة العادية والنسبة الوفيات اكتر في الالف الوانزة العادية ومش عايب ايه والكلام الفاضي ده وهو نسبة وتناسب انت عندك الالف الوانزة العادية بتبقى ضربة في العالم كله 365 يوم فبالتأكيد لان الناس هو دايما يقول لك موسم الالف الوانزة من اكتوبر لفبراير ولا مش عايب ايه يعني بيشوفوا الان ده الشتة بقى بيدرب ومش عايب ايه لا هو طول السنة ممكن الناس بتجلق الالف الوانزة العادية مش مش يعني مفيش كده حالة وقت معين هو ده اللي بيجي في الالف الوانزة يعني هو ده اللي بتنتشر فيه اكتر يعني بيحصل تقلبات في الجو فالجسم بياخد على جو معين فاوكي ما حتى احنا درسناه في الاحصى ولا مش عايب ايه يعني انت عندك حاجة متاحة على وقته اطول فاكيد النسبة بتاعتها تبقى اكتر وبالذات انها بتأثر فعلا الالف الوانزة العادية ممكن لو جات لناس كبار في الصنة او عواجيز يعني عواجيز او مرضى عندهم امراض معينة او بياخدوا ادوية معينة او بيتعالجوا من ادوية معينة او 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 تبقى الالف الوانزة كلها امراض والناس ومعما كانت الحاجة معقمة مع ساعات بيب وحتعملين التكييف برد مع المناعة بتاعته ضعيفة ضعفه الجسمي فالمهم في النهاية مش ايه كلام يتقال والمهم الانسان الانسان اهم من كل شيء لان الاستختار بحياة الانسان ده اكبر جريمة واذا كنت معتبر نفسك متدين او انت وطني او انت مش عارف ايه لازم في الاول حاجة تكون مهتم بالانسان لو انت مش مهتم بالانسان وحياة الانسان يبقى لا التدين نافع ولا الوطنية نافع لان كيف تكون وطني وانت لا يهمك حياة الانسان او حياة اخيك الذي يشاركك الوطن او انت كانسان ومتدين ومش عارف ايه ازاي تعتبر نفسك متدين وانت لا يهمك حياة اخيك الذي يشاركك الوطن او حتى الذي ليس شاركك لك للوطن بل هو يعيش في بلد اخرى ومن دين اخر هو انسان مزيك فقبل ان نتحدث عن اي حاجة في الدنيا وانهرتل بالكلام اعرفوا بتقولوا ايه الاول واقروا القراءة مهمة الاطلاع مهم للاسف لا حد بيقرأ ولا حد بيتنيل انتو كلكم عاملين تحطوا في ممهات عبيطة مش عارف مين ولا محمد سعد ولا مش عارف مين ولا محمد رمضان وكلام عبيط على الفيس بوك وده عمال يتنقل يعطوا عاملين دائرة جهل ده بياخد معلومات من ده وده بياخد معلومات ده وكلها نكت وكلها كلام عبيط مضيعين وقتكم في العبط على الفيس بوك هاتوا كتابوا اقروا ادخلوا على الانترنت اقروا مقالات ليها معنى اعملوا داونلود لكتب ليها معنى عاوزين تقروا اقروا الناس بتفهم بلاش الهبل اللي احنا فيه ده الناس بتتحك علينا لان كلام لا كلام ليه معنى وكله عاوز يفتخر ويتفاشخر فعلي فاشخر على رأي سلطان فيها الكبرى فلازم تحصل حملة كده مش بس القراءة للجميع لا ده ده التفكير للجميع فكروا اقروا فكروا افهموا وعلى هموم تصبح على خير مع السلامة اشتركوا في القناة